بيقولوا العين صابتني ورب العرش نجاني ويا ناس يا شرك فيقر وكمان بيقولوا كمان يا ربنا ما يجعلنا جاء اللعنين أمثلة كتيرة ومورصات شعبية موجودة عندنا بتتكلم عن العين والسحر والحسد لدرجة ان في ناس كتير جدا بتقول ان اي مشكلة بتحصلها في حياتها بتكون بسبب حسد اتخاناتي مع زوجي بقى حد شافنا رباط الكوتش بتاعي تقطع وانا طالع من البيت بقى في حد شافني جارتنا لفوق شافتني مشاكل كتيرة في حياتنا بنعلقها على الحسد والعين انقسموا الناس فارقين فريق شايف ان الحسد والعين موجودين ممكن يكونوا سبب في مشاكل كتير في حياتنا وفي ناس زنية بتقول لا دا الحسد والعين والسحر دا دي قزعبلات ودي حاجات خرافات مش موجودة في الدنيا وكانت موجودة زمان بس مش موجودة في العصر الحديث النهاردة نعرف معكم هل الحسد والعين والسحر فعلا ممكن يؤثر على بيوتنا كأزواج وكأسر في بيتنا ولا لأ وهل فعلا في حسد وسحر ولا لأ ده نعرف انه هل ده معظفنا لمشرفنا ومنورنا في استوديو ازاعة مسجف ام الشيخ شريف عبادي الداعية الاسلامي اهلا وسلام حيك معنا اهلا وسلام حيك مشرفنا ومنورنا قلت تقول حيك يا دكتور حيك هتاخد ان شاء الله الماجستير ونقول حيك يا دكتور باسم الله قريبا باسم الله في البداية فضلت الشيخ احنا كنا حابين نعرف هل فعلا في سحر وحسد ممكن يأثر على الازواج وعلى بيوتنا اه اولا بسم الله الحمدلله والسلام على صل والله صلى الله عليه وسلم اه طبعا السحر موجود والنبي سلام في حيص صريحا نبي سلام في مسلم يقول العين حق يعني حتى الناس عيت على فكرة الناس ايامي النبي سلام برضو قالوا نفس الكلام للمين دولت اللي بيقولوا له قلبوا ليه مفيش حاسم عين الحسد مش حقيقي على فكرة او العين مش حققية فالنبيه السلام اكد العين حق يعني هذا حق بس في فرق أنا بس عايزة أفرق بين الناس بين العين وبين الحسد العين على فكرة ممكن حد أكون بحبه جدا وأصيبه بالعين من غير ما أنا أقصد طبعا يعني بص حديث بتاع الرواب بن ماجا عن عامر بن ربيعة كان صديقي كان مهاجري وكان من الذين هاجروا هاجروا للهجرتين هاجرت الحبش هاجرت المدينة وكان صديقه سهل بن حنيف والسهل بن حنيف صحابي شهير يعني صحابي كان من الأنصار وكان حضر بدر سهل بن حنيف كان جلده أبيض فرح عشان يزوره فهو كان خلع يعني جسد يعني خلع ما لبسه فجسده بين فقال بص حرك العين عملي ففتح حينه كده عامر بن ربيعة قال والله ما رأيته جلدا ولا مخبقة مثل هذه يعني يقول ولا جلد امرأة مخدرة يعني يعني المرأة اللي بتقعد في بيتها يعني جلده ناحم قوي سبحانه فلبتها ساعتا بصر هايزبون ايه لبت وقع في الأرض وهو بيحبها لفكرة خوف الله عشان كده ساعات ممكن مسلا ان واحد يحسد ابنه مسلا او مش يحسد هو يعني يصيبه بالعين اللي حسد ده مفعش يعني حاجة تانية فيلاقي ابنه وصلا منظره حلو فيجله في نظري يعني يقول ايه البنت حلو محلو وقوي نارضا وشكلك حل بس فنعسم لما قالوا يا رسول الله انظر ساهل ابن حليف حدي صلى الله وكذا وكذا فقلق ذكره أحد فقالوا نهو نعم ابن ربيعة ذكره فقال النبي سلام ألا يبرك أحدكم يقول الله أكبر يعني يقول ما شاء الله يقول أي حاجة لإني ممكن يقتل أحدكم أخاه وهو لا يدري فيبالعيني دا ايه بمكن حدي يكون بحبه فأقوله واشوف ابني مثلا هشوف حد عربية عربية كويسة هقول ما شاء الله جلت في عيني يلاديتها إنما الحسد هو تمني زوال النعمة دا ما يكونش لما يكون ايه دا سلبي دا المبغد بس اللي اتنين وده في دهيا على فكرة كل يسم قبل 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 ما ندخل على الهوى اللي الحديث قاد تدور عليه الحديث يعني غريب جدا وظنطنا حديث ضعيف لما تبنيت ابن حجر عسقراني بيصححه ويوت الشيخ الألباني في العصر الحديث بيصححه أكثر ناعة السلامية عليه الصلاة والسلامية يقول أكثر ما يميت أمتي بعد قضاء الله الحين يالله يعني تخيل أكثر ناس اللي بتموت اللي بمين دونت بسبب العين العين أمتي إلى يوم القيامة بسبب العين الحديث حسنوا ابن حجر زي قولت حاطك والألباني فالموضوع حقيقي وزي قولت حاطك كما سألوا حتى النبي صلى الله عليه وسلم والعين حقق على العينه حق عليه الصلاة والسلام فمس المنظر حصل إيه مع ابن ربيعة مع سهر بن حنيف إنما بقى موضوع السحر طبعا حقيقة اللي يوم القيامة على فكرة فيه سحر أسود ما أنا بسمع يعني أنا كنت بقرأ في الموضوع أنا بجهز الحلقة وبسمع الناس نفسها الاستشارات بتاعتهم بيبعطوها صوتية لبعض المشايخ أو كده واحدة تقول أنا مش متخيلة يعني أنا كشايماء نفسي مش متخيلة الموضوع لا هو فأوأ بس هفكرة هو أكثر أكثر اللي احنا عندنا في الدولة العربية الحمد لله اللي هما من الصحر وما كزمين دجالين يعني دجالين إنما الصحر الحقيقي ده بيعملوا حاجات بيتقبلوا كل يوم سبت في كل السنة مرة واحدة مرة واحدة بس ويعملوا حابة تقوص كده غريبة جدا وعجيبة ربنا يا رب بس الشاهد اللي أنا عاوز أقول عليه سواء السحر أو الحسد اللي هو تمني زوال النعمة أو العين التلاتة دولة تخاصين بالشيطان مع الأزواج يعني دائما تلاقيهم مع الأزواج تحديدا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا مهم جدا في مسلم أن الشيطان يجعل عرشه على الماء ثم يأتي إليه الناس الشيطين يجلوا بقى من كل الدنيا يجلوا من جلوب أفريقيا من مصر من سوريا يجلوا يجتمعون عليه فيقول الرجل أنا جعلته جعلته فلان يعمل كذا وجعلته فلان يسرق جعلته فلان يزني يغتاب يعمل حكا كذا حتى يأتي واحد من هؤلاء الشيطين يقول أنا فرقت بين امرأة وزوجها فيقول له أنت أنت ويدنيه من في الوقت الأعمش الأعمش بيقوله يقول فالتزمه بيحضنه يقول له أنت باشا وهتلاقي فعلا اللي إحنا يعني العلاقة دي بين الرجل وامرأته يعني مؤسسة الأسرة كلها نهارت على فكرة مش هيحصل عمران في الدنيا إلا بسبب هذه العلاقة لازم هيحصل إلا مفيش زوجة هيعودوا مع بعض إلا يحصل في عدة هيكمل الحرام يشياء لا والحرام ما هيشياء وما يباش فيه كمان أطفال لأن الحرام قد فيه حرام ألمانيا دواتي عندها مشكلة في إيه اللي مفيش أولاد فيه علاقات يعني بين رجل ومرأة بس في الأخري علاقات طريقة مش زواج فهيخلفوا ليه فالحرام هيقد مباشرة لما يباش فيه خلفة يباش فيه تربية فمؤسسة الأسرة تنهار بالتالي المجتمع يتأثر فالموضوع ما بصش على مجرد بس اللي هو على الأسرة الصغيرة أو البدة مجتمع باظ الدنيا خربت فأنا عاوز أقول يقينا أي حاجة يعني أنا أنا شايف المفروض المرأة والرجل اللي انتين يقفوا برشاش قدام بيوتهم لأ العلاقة دي لا تتأثر بمعنى شايف اللي ما ينفعش امرأة نام وزوج هزعلن ونفس الموضوع زوج ينام وزوج هزعلن لأن الموضوع بيكبر يعني بطريقة متتابعة هندسية يعني لو كان غلط واحدة بعد ساعتين اتنين بقى أربعة بعد ستاشر على المغرب يعني فهم ما أصلي ودي المشكلة نخلص الموضوع بدري بدري وكمان زي قلت الحاطك أكتر حاجة يعني بتودف ده يا بقى الحسد والسحر هذا حق نجعل نقطة أنه هو أنه هو فكرة أنه هو بيكون الشيطان فرح جدا ومبسوط جدا بفكرة زي ده هل كل واحد فينا ممكن يعني يتخيل أنه هو ممكن يكون الشيطان فرحان دلوقتي كتير بنعمل كده أنا عارف أنه فيه شياطين بيفارق بين المرء وزوجه وعارف أنه ده مترصد له لكن وانا جوه المشكلة في دولة الشيخ ما بقاش حاسة في كده أنا حاسة أنه هقول مثلا لسان حال الزوجات لا ده هو ظلمني لا ده هو ضربني ده هو عمل كذا ده هو سوى كذا لازم أخد حق إيه ما بنفكرش في الحتة دي هقول لحطك وبص الإعلاقة دي أساسها إيه اللي ربنا أعلم في القرآن أنه مودة ورحمة يعني هو بيحب زوجته فعملها كويس فرب رب أقول له حتى لو ما بتحب زوجتك إيه اللي يحصل في حكس مها رحمة أو العكس نعم هي بتحب زوجها يعني خلاص هتعمل كويس جدا عشان بتحبه طب حتى لو ما كانش في حب عارفتنا جاءت امرأة اللي سيدنا عور خطاب فقالت يا أمير المؤمنين إننا زوج جلود أنا يطلق لنا يا حبني مش بيحبني فقالها سبحان الله أو كل البيوت تبني عن الحب يعني فين فين يعني فإن المرؤة يعني فين المرؤة يعني فيه حاجات تانية غير الموضوع ده يعني في الآخر عاوز أقول له اللي إحنا لازم وإحنا نتعم مع بعضنا لو ما سعناش المواد ده يسعنا الرحمة نعم أو يسعنا الرحمة اللي إحنا إيه الدينية بسيطة وسهلة أحمد الحنبل كان بيقول على فكرة لما تقرأ اللي من دولت أبل أحمد الحنبل لما تقرأ اللي من دولت على طريقة العلاقات في العالم إزاي بيتعاملوا إزاي مع بعض وكلام ده هتلاقيهم بيقولوا القاعدة بتاع أحمد الحنبل دي تسعة أعشار تسعة أعشار الأخلاق أو الخلق التغافل يعني حتى فيه فيه نوا يقول التغابي يعني يقصد به أكد نوش يخبل أأمن نفسك بالضبط سدقيني اللي إحنا لو أعادنا وسبح الله في حديث فيه ضعف يعني بس يعني يأخذ به في فضاء العمل النمو صلى الله عليه وسلم بيقول أن الله يقول من دقق دقق الله عليه ومن عفع عفى الله عنه يعني اللي بيدق عليه أنت بسطل وحش أنت كان بتي مش عارفه أنت مش عارف الأكل عامل فيك هتلاقي ربنا ما يجي حاسبه تعالى مش هسيب لك كل حاجة مش هتكت كنت عام مع ناس كده ومن عفى عفى الله عنه يعني عدي لو أنت عاوزة عاوزة زوج من غير المشاكل مش حدي هيتجاوز يعني بالأسف طب نركحة تانية دكتور لنقطة الحسد والسحر والعين أنا أعرف إزاي أن أنا محسود أو أن أنا مصحور أو ما حصل لي حاجة معينة لأن في ناس كتير يعني بتربط الموضوع بالحسب من غير ما يكون فيه شاهد يعني مثلا إحنا كان معنا القصة اللي كنا بنقولها في الفقرة التفاعلية هي كان عندها ناس زاروها في البيت بتاعها كانت عايشة عايشة مستقرة جدا بعد الناس دول ما غدروا بيتها ومشوا ابتدت تحصل بالمشاكل في البيت والخناءات ومش طيقة البيت ومش عايزة تتوقع في البيت يمكن أغلب الناس اللي اتصلوا بينا المستمعين قالوا ده ده أكيد ده سحر أو حسد فقلنا له ما نحنا هنرجع الأمر للغدف الشيخ شريف عبد غالبا بالموقف اللي فيها التفاعل اجتماعي غالبا بحسد هو ما فيش حاج حد فاصل تقدمت اسمه بس عشان كده النبي عسلم في موقف ربيع اللي احنا سألله بتاع السلام ابن حنيف قال النبي عسلم نفسه سأل قالها الذكره أحد يعني في حد فقالوا نهو نعم ابن ربيع ذكره فهيبقى قصة بيبان بيبقى فيه التعامل اجتماعي ما فتلاقي مثلا حد نظر نظرة حد فتلاقي بعدها الدنيا تقلبت كوني متأكدة اللي ده حسد هو أولا ازاي هتعامل يعني هتعامل ازاي خلاص أنا في الظرف اجتماعي مع عائلة مع ناس زروني مع صحابي هعمل ايه واحد أنا خلاص حسدت اللي في حاجة تغيرت لازم أعرف ده حسد اتنين مباشرة لازم أكلم شريك الآخر آزا لازم ليه أنا حسب كذا 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 مش لازم نتهم الناس في سوق الظن على الصحة الناس بيبقى عندها خلنا هوس صح عارفة حركة ابن كثير بكثير قال قال يعني سطر تحفة عظيم جدا يقول بيكلم حتى على السحر بس لا نشكام على السحر بيكلم على حسد بيولي عن السحر بيقول إن الرجل لا يكون مسحورا ولكن أصابه التواهم والتواهم أعظم من السحر ليه بقى السحر هي بقى قصته إيه طب تعال نقرأ عليك سورة البقرة إن أبعى السلام يقول لا تستطيعها البطلة يعني يقينا لو قلت عليك سورة البقرة يقينا ما نفعش في سحر سحر من الشيطان فيقينا الشيطان مهما كان عظيم حتى لو قبليت نفسه حتى لو عشر تلاف جن يعني ده إيه الرجل العظيم ده فهو يقينا مش موجود ابن كثير بيقول بقى فتجدوا أحدهم وهو قد أصابه التواهم والتواهم أعظم من السحر فتقول له يا أخي ليس عندك سحر وهو مقرن بالسحر فماذا تفعل معه وهمة أعيش بالوهم يعني ده عيال ومساعدتها إيه هتحصل لو بيسميه بقى فرويد العصر الحديث بيسميه الإحاء الموجه آه أنت أصلا ممشي نفسك في سكة معينة ما فيش أمل أنا أصلا عارف لو فيه سحر خلاص نعالج السحر يا فن عندنا دعاء عندنا أدعية عندنا فيه أدوية موجودة فأنت بتعمل الحاجات دي تلاقيه في الآخر هو مش مستجيل هو موقن اللي هو فيه فيه مشكلة عنده عارف حركة الحق الموجه كان بيعملها فرويد يوليك الحق الموجه يستطيع أن أقتل الإنسان بالأحيان الموجه كان مرة عمل اختبار ساعتا مش هو فرويد نفسي عمل اختبار مجبوعة التعلماء نفس على مين على واحد محكوم عليه بالأعدام عايزون يحرافوا وانا ممكن فعلا أقتل الإنسان بالإحاق بص عمل جبقوا محكوم عليه بالأعدام فعلا جم قالوا إحنا هنقتلك بطريقة خريبة جدا هنصف دمك فرحوا جايبين وقعدين على كرسي وربطوا في خراطيم وحطوا حقا بس هو شايف الدم يطلع في الخراطيم بس هو بيطلع من الخراطيم ورجع تاني وقدامه خراطيم كتير جدا وبعد كده بتلفه من وراه وتنزل قدامه فيه ايه أعزاكم الله جردل كده بينزل فيه الدم هو اللي بيحصل كياس دم من وراه هم ربطينها فيه ربطين من وراه فهم شايفها في وراه كرسي وبتنزل الدم من كياس الدم هم تخال الدم من نين من ايده ويموت قول اول ما وصل للربع مات سبحان الله يعني مجرد مات فعشان كده حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمرده حيث ده مهم جدا اه لا تمرده فتمرده فتموته سبحان الله ليه دي ممكن يستيقى يعمل ايه على فكرة انا مصحور على فكرة انا محسود على فكرة مش عارف ايه فواصل هنا فيه حسد اونا فيه حاجة يحصل لك باله اكتر من اين من اللي حصل بالحسد نفسه لاني انا بعملي انا بهيق نفسي للسواد فحتى لو حاجة فيها يعني مثلا زوجي بتصل بي او زوجتي بتصل بي يا على فكرة فيه مشكلة بين وبينها فاكيد بتتصل بيها حشان فيه مشكلة فهي بتتصل بتقول له على فكرة ابنك فيه كاس انا عارف والله اللي فيه مشكلة انا عارف مطلق ليه يا تغفا كبر ليه زي ما قلت حياتك تمرد هو قال لنا ايه عندي حسد استسلم خورة فحاق فاندي مات بالحقيقة يعني على فكرة الفرد على مسلا يجي عشر عشر قصص بالمنظر ده حقيقية كلها يمكن احنا معنا سؤال هو يمكن يكون قريب من الموضوع شوية هي بتقول ان هي دايما بتحس ان فيه خيالات على هيئة اشخاص او هيئة قطط في الشقة هل ده يعتبر سحرة او حسد لا لا حسد لا ده مش حسد ده الحوارضي قد يكون شيطين ده يكون سحر عشانا قلنا الحاجات الاجتماعية بتيبقى ايه حسد وحسد السحر بقى انا اقول بقى حارتك الموقف اللي زي كده بص يا فندي انا مش عاوزة تشغلي بالك كتير هو النوع اللي قدامي ايه ادني العلاج معروف تمام جميل خلينا مع علاج حلو ايه العلاج عليك بسورة البقرة شغالي سورة البقرة افتح لابواب البيت كله حتى بابواب الحمام كل حاجة وحط الكمبيوتر مسلا او اللاب توب السماعات سماعات اي حاجة حطها في وسط الشقة وشغالي سورة البقرة بس انا عاوزة اقولي بقى عفوا وحطتك هادية اه يعني يعني انت موقنة يقينا في هذه البقرة لو انت موقن في كلام ربو سطح وان الله بكلامه يستطيع انه بدعنك الشر ان شاء الله اطيبك كويس ليه لما كان سعيد حيس البخاري ابو سعيد الخضري كان ماشي مرة كده في الصحراء وكان مع صحابه كشوع اكل فجاء احدهم قال له يعني ان شيخا عندنا اصابه اصابه يعني تلبط به الشيطان فهل هل عندكم احد يرقي ويقول ابو سعيد الخضري فلا اعرف رقيا فقال اتعطينا عليها مالا يعني اتعطينا عليها فقال له نعم فيقول ابو سعيد فذهبت فرقيته بالفتح وما ادري يعني ما عرفش عنه كده يعني فلما رجي عن نبي السلام حكاله القصة فقال الاكل ده حلال فقال له نعم انه حلال فاكل منه النبي السلام قال ما فعلت يا ابو سعيد قال يا رسول الله لا لا احسن الا الفتحة فقرأ عليه الفتحة فسمعها احد الصحابة في الوية غير مخاربة احد الصحابة بيقرأ الفتحة لواحد فاين لم يصوبه يعني ما عصالش حاجة فضل عين زي ما هو فندى عمر الخطاب فقرأ عليه الفتحة فاين فشفاه الله فقال زهب اليسيم قال يا رسول الله حصل كذا 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 توقن فيما تقول انه بص حرارك بيعمليه عفز حرارك انا جايب بقولك خلي العلاج ده عشان ضد الفرنس انت مش يصدقه هو علاج فمتعمل ايه وغداو انت متضرر فبتاخده انت متضررة وانت مش يصدقه مش موقنة فيها هتعمل ايه تضع عيانة لان التواهم او الايحاء اقوى من اقوى من العارض نفسه شغال البقرة وهدي نفسك وكون موقنك جدا ان النبي السلام كلامه صحيح صلى الله عليه وسلم اللي هو لا تستطيعها البطل ابدا لا تبطل بالمستحر ابدا فعش كذا بقول حياتك ماشغنيش بالك بقى هو النوع ايه يعني ايه الموضوع يعني ولا السحر هيأثر ولا العين هيأثر بس مهم جدا قبل انخلص نبي صلى الله عليه وسلم يقول خير ما تعوذ به المعوذة وانا بقول حتى ولادنا لما حرق بنت حرارك مثلا ابن حرارك عوذي تعوذي بي يعني استعاني بي النعصم كان يعمل في كفاية ينفخ ويقرأ قلوة عوذة رب الفلا قلوة عوذة ربنا ويمس جسده هو كان بيرقي نفسه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ونحن كده مع مين مع ابناء مع اولادنا وازواجنا اه وازواج يناموا وهدوا كده يبقى المضوع بسيط بس وحتى اذكار الصباح المساء ما ننساش اللي احنا من قولهاش اللي هي معديش يوم من غير ما نقوله اذكار الصباح المساء لها فيها المعاوذات نعم وكمان صوت البقرة زي قلت الحدك لو حاجة بقى زي خيالات زي سحر زي في مشكلة حصلت مهم جدا نحن شغالها يعني البقرة تضحد اي شيء يعني السحر كله لا تستطيعه البطلة لا تستطيعه البطلة رائع جدا يمكن النصيحة اللي بيختم بيها فضلت الشيخ الشيخ شريف عبادي بيقول لنا البقرة والأذكار أذكار الصباح والمساء وطبعا الركيا شعية بالمعاوذات معاوذات اعظم يقول لم يتعوذ بمثلهما رائع جدا لا بشكر عليك شكرا جزيلا فضلت الشيخ شريف عبادي شرفتنا ونورتنا في مسك الحياة وحلوة الحياة وفي مسك شرفتنا ونورتنا شكرا جزيلا حلنا نلوح لفاصل قصير ونرجع لكم تاني خليكم معاين شكرا جزيلا